الشهداء لا يموتون بهذا الاسم عنوينت هذه الجدارية التي خلدت أسماء وصورا للشهداء الذين حرروا مدينة عدن استشهادهم كان الطريق الذي مهد للنصر ورسم ملامح هكذا تحدث محافظ عدن عبدالعزيز المفلح عن الشهداء بعد إزاحة الستار عن الجدارية التي حضر افتتاحها بمعية رئيس الوزراء الجدارية التي جمعت شهداء المقاومة الشعبية وشهداء دول التحالف أتت كمرحلة أولى وثانية لحملة شعبية يقول منظموها إنها تهدف لتخليد ذكرى الشهداء ضمن فعاليات مختلفة ذكرى تحرير محافظة عدن هي المناسبة التي أتفتتاح هذه الجدارية متزامنا معها تقديرا لأرواحهم التي بذلوها دفاعا عن أمن وكرامة عدن وتمهيدا لتحرير باقي المحافظات من ميليشيا انقلابية أشعلت الحرب في البلاد تأتي الذكرى الثانية لتحرير محافظة عدن في وقت ما زالت دماء هؤلاء تنتظر اكتمال الحلم وبناء الدولة الاتحادية التي بذلوا أرواحهم في سبيلها